صباح السعادة، إزايكم حبيبي عاملين إيه؟ يلا نحضر فطار هنعمل النهاردة طاج نفول مش معقول ينفع فطار وينفع صحور يلا بينا نشوف عملنا إزاي فطافة على النار هسيبها تسخن هحط معلقة سمنة يلا بينا بقى نفرم بصلايا ونحطها ونبتدي نقلبها ونشوحها على النار من غير ما تتلون عايزينها تفضل مسكرة اتشوحت البصلايا قطعنا قرنين فلفل حامي وبارد ولو ما بتحبيش الحامي تقدري تشليه هنشوحهم وبعدين هضيف عليهم طمط ماية متقطعة مكعبات صغيرة ويلا بقى نتبل هنتبل بملح وفلفل شوحي شوية مجاهزين الفول هضيف الفول على الخلطة الجميلة اللي راحتها قلبة الدنيا وهرسه كده بسيط بالشوكة ومع شوية مية علشان يبقى الفول كده جوسي ما يبقاش ناشف هرسة بسيطة كده بالشوكة حلوة قوي هنقلب الخليط ونسيبه بقى يغلي على النار شوية ولما يغلي هكون متجهزة طاجن ومملعة الفرن ومسخناه هفضي الفول في الطاجن نحطته في بايركس صغير كده ينفع طبعا طاجن فخار وهجيب البيض على عدد أفراد الأسرة أو الكمية اللي أنا عايزاها وابتدي أحطه في الفول بسي البيضة بتنزل تاخد مكانها في الفول حلوة قوي يلا بقى عرف في الوسطاني وعلى أعلى درجة حرارة وقبل ما ندخله هنتبل البيض بملح وفلفل حلوة جدا يلا بقى على الفرن عشر دقايق لغاية ما البيض يستوي بالشكل ده الله على الريحة يا جماعة الريحة جبارة ما شاء الله والطعم بقى مش قادر أقول لكم جميل قد إيه حتى اللي مبيحبش الفول أكله وعجبه زي ما قلت لكم في البداية فعلا طاجن فول مش معقول يلا زيني أرنفلفل أحمر رشد بقى دونس وعيش بلدي بقى كده وبقى الفهانة وشفا فطار جميل جدا وينفع زي ما قلنا صحور هايل يلا بقى جربوا وقلوا لي رأيك وإيه لو أنتوا على اليوتيوب ما تنسوش تعملوا سابسكرايب وكمان تفعلوا الجرس عشان توصل لكم الفيديوهات أول بأول وشير كتير بقى علشان تشوفوا الفيديوهات وتوروها لكل صحابكم أشوفكم على خير صباحكم سعادة صباحكم فل